في قضية السحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم لنا الروايات وللأسف أيضا الروايات موجودة في الصحاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفقد القدر على التركيز يخيل له أنه يفعل كذا وهو لا يفعل كذا يخيل له أنه سمع كذا وهو لم يسمع المشهد كما يقدمه لنا البخاري كتاب الطب باب هل يستخرج السحر حديث 5765 عن عروة فسألت هشام عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن فقال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر يعني أشد أنواع السحر هو الذي يتلاعب بخيال الإنسان النقطة المهمة التي لابد أن نلتفت إليها كنتيجة الذي دس هذه الروايات كان يقصد هذا المعنى هذا النتيجة يعني أنه لو نزل جبرائيل يخيل له جبرائيل وليس جبرائيل يعني الواضع والمؤسس لهذا المشهد أراد تشكيك في الدين يعني يمكن أن نقول بأن هناك آيات قرآنية مثلا تخيل النبي أنها آيات وهي ليست بآيات وبالتالي طعن في الإسلام طعن في القرآن طعن في السنة النبوية الشريفة قضية ليست سهلة الذي أسس لهذه الروايات أنا أعتقد انطلق من ذكاء شيطنة دهاء هذا الدهاء الإسرائيلي والدهاء اليهودي النبي قبل البعثة تعرض إلى عشرات محاولات الاغتيار بعد البعثة أيضا ولكن أسوأ وأخطر عملية اغتيار تعرض لها النبي هي الآن الموجودة في طراثنا رواي وإن لم نطحر هذا الطراث من هذه الإسرائيليات والأمويات لا ينبغي لنا نحن أن نقول بأننا ننتمي إلى الدين نفتخر به بصراحة طعن هذا جزء من الصورة التي تصورها لنا ريشة الإسرائيليات والأمويات وهي كثيرة جدا وتطعن في شخصية النبي تطعن في من حول النبي تطعن في سيرة النبي تطعن في كل شيء تطعن في سيرة النبي